حماية المعطيات الشخصية تقوم على ضمان الولوج إليها فقط من قبل الجهات المخولة لها ذلك وعدم استغلالها في غايات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها ذلك ما أكده رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصية السيد عمر السغروشني في لقاء نظمته اللجنة لفائدة طلبة سلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة حول موضوع الرهانات الاستراتيجية للمعلومة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تمر عبر ثلاث مراحل أساسية هي جمع المعطيات وفق أساس قانوني ومعالجتها ثم إتلافها القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاهها معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ورغم أنه سمح للمسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية بجمع معطيات ذات طابع شخصي إلا أنه منعهم من تقاسم هذه المعلومات مع جهات أخرى بدون تصريح أو بدون ترخيص مسبق السيدة السغروشني قدم بالمناسبة عرضا حول مهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الولوج إلى المعلومات التي يرأسها أيضا كما وتم على هامش هذا اللقاء التوقيع على اتفاقيات شراكة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمدرسة الوطنية العليا للإدارة اتفاقيات تتعلق بتفعيل برنامج ذات طابع اشتركوا في القناة